ايه زيكم؟ طبعا ما ينفعش يبقى فيه تريند جديد وانا ما اعملوش بس انا فعلا الاخرين انا بقى لي فترة كبيرة قوي بدور على البسكوتل بتاع أولكر الملفيدة بس مش لقيا حرفيا فقررت بقى ان انا اعمله على البحر او البر يعني هو ده بحر بس ده اسمها ام علي بر بس بطريقتي بقى طريقة لذيذة وسهلة وخفيفة جدا وهتعجبكوا قوي وعايز اقول لكم كانت تجربة جميلة جدا وزا ما انتم شايفين كده الاطفال عمين يصوروا والناس قاعدة جنبي وطبعا يعني قاعدين هيجننوا وعايدين ياكلوا طبعا دقوها وعجبتهم جدا 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 فيالنا نشوف بقى هنعملها ازاي اول حاجة جبت الحليب روحت السوبر ماركت طبعا قبل الطلعة بتاعتنا كان طلعت بحر الصراحة وانا قلت لكم قبل كده ان الجد عندنا جواها غير كل البلاد يعني الناس دلوقتي كلها شتة وبتاع احنا دلوقتي في مصيف اللي هو بقى بنتلع طلعات شاوي بنتلع على البحر بنصيف بنجيب ألعاب مية وكده المهمة انا عتدور كتير قوي على البسكوت ملقتوش فقررت ان انا استبداله بكروسون بالزبدة وبس وصلنا البحر بقى زي ما انتم شايفين الجو عايز اقول لكم احلى جو في السنة بيبدأ من الشهر ده شهر 12 عندنا في جده بيبقى احلى جو في السنة قبل كده بيبقى الجو حيش قوي واستمتعنا شوية بالبحر وبعدين بدأنا نشوي بقى عشان ناكل جوعنا شوينا كفتة وفراخ وشيش طوق وكبتة دي كانت كبتة صاحبتي كانت جايباها ومش عارفة بقى هنشويها ازاي فكرنا نحنا نغلي في الحامل ده بفويل وعملناها كأنه صوج وده شيش طوق ولحمة طبعا المهم حشوينا وخلصنا اكله وقعدنا شوية لعبنا وبعدين بقى اكررنا نحن نحلي بقى حلينا بايه بالمعالي البحر دي اول حاجة جبت معايا طوصة حطتها على النار سخنت قلت شوية احمص الكروسون عشان يطلع معايا مقرمش يعني مش طري كلما يقرمش معانا ويشد كده وينشف مش هيشرب الحليب بسرعة ويبقى طري قوي يفضل برضو مسك نفسه وحطت حوالي لتر حليب وحطت علي نص علبة حليب مكسف محلة وبرضو سكر لو تحبه يبقى مسكر شوية ممكن تضيفه سكر وسبته بقى يغلي وبعدين قطعت الكروسون زمانتوا شايفين كده وحطته عليه وبعدين بقى على الوش احط بقى القشطة اي نوع قشطة تفضلوه بس انا فضل النوع ده بيبقى حلو قوي وطعمه لذيذ ومش شبيهة قشطة دي قشطة كويس وبس كده ابدأ بقى افرد القشطة بالمعلقة بظهر المعلقة كده على الوش زمانتوا بقى شايفين كده الشكل تحفى وعايز اقول لكم الريحة كانت جنن الناس كلها كان قاعدة جميعا عايزين ياكلوا منها دلوقتي وطبعا اتصدموا بجمال الطعم وحلوته بتحطوا بقى اي حاجة انتوا عايزينها انا هنا حطيت بسكوت لوتس مطحون بيبقى تحفى مع معالي مع رشة هيل مع مقصرات مع رشة جوز الهند لو حد بيحب جوز الهند بس عايز اقول لكم اتجربوا معالي بالبسكوت لوتس المطحون رهيبة وبس كده بقى نحط الشاي بقى بتاعنا ونبدأ بقى نغرف للناس طبعا الناس كلها كانوا قاعدين على نار يعني عايزين يدقوا بسرعة اللي احنا عمناه مع بعض حطينا طبعا الشاي على النار ونبدأ بقى نغرف ليهم اصباق كده عايز اقول لكم عجبتني جدا بجد بجد نفسي ألاقي البسكوت ده واول ما هلاقيه هعمل برضو فيديو تاني لانا نفسي أجربها من كتر ما بشوفه على التيك توك وعلى انستجرام وعلى اليوتيوب انا بجد بقى نفسي أجربه انا لحد دلوقتي برضو في رحلة البحس عن البسكوت ده اللي في جده بالذات يقول لي البسكوت ده ممكن ألاقيه منين في جده وأروح أجيبه فورا ومش أجيب علبة واحدة بس أجيب علبة واثنين دهاتا الناس كتير قوي بيشكروا فيه وانا مش عايزة أجربه مرة واحدة بس أنا عايزة أجربه كتير قوي لان احنا الفترة الجاية هنطلع رحلات كتير قوي البحر ونشوي برضو كده لو في حاجة معينة في دماغكم أعملها على الفح مع البحر قولولي وانا أعملها فورا وصورها وقولولي في الكومنس لو حبيتوا الفيديوهات اللي من النوع دي أزودلكوا منها وازودلكوا بقى في لجات وكده لو ما حبيتوش قولولي برضو في الكومنس عادي أنا بزعلش يعني هبطل يعني عادي احنا بنجرب سوا عشان قناتنا تجبر بيكم وشكرا لكم لدعمكم وبقى الفهنة اللي هيجربها بجد هتعجبه جدا وأكيد طبعا مقابلاتها متوفرة في كل بيت وأشوفكم بقى فيديو جيد ان شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة